كيروش خايف من ايه في المنتخد؟ هقولك خايف من ايه اول حاجة عشان نبقى متفقين مع بعض بس استنغف القوى كتا عشان بس اني بقى يعرفين ان احنا نتكلم في ايه قلنا التسويقية لعبته عجل جدا عنده واحد من اقوى مدافع عنده افضل حارس مرم في العالم هو ايدور ديميندي حارس شيرسي عنده واحد من اقوى اثنين مدافعين في العالم كلهم مختلفين كروباري بلاع في نابلو ايطالي كابتن فريق رقم ثلاثة حاجة طويلة جدا حاجة قوية جدا عنده ساد يوماني عنده في كل مراكز رعيبة بس جي ساد يوماني هيعمل ايه لما يشوف صلاح المرة دي مرة اللي فات الطب طب عليه مرة دي بقى ايه اللي هيحصل بصي يعني في نقاط قوة في منتخب السنغف احنا عانينا منها في المبارات النهائية امام السنغف ايه عندهم رعيب اسمه سيس ده جناح شمال هو و ساد يوماني كان عاملين جابهة قوية جدا والجابهة دي استطاعوا انهم ياخدوا ضرب الجزاء او ضرب الجزاء في بداية المبارات وصدقوا محمد ابو جابل فهما عندهم تنوع كبير فيها جميع وعندهم خط وسط ما اوليكيش يعني مندي شيخة كواتي اسماعيل اصار حاجة اسماعيل اصار ده من اهم الناس اللي عندهم اصدقوا كلها محترفة في اهم بريسان جرمان في الدول الاسبالي في الدول الانجليزي الدول الانجليزي والدول الايطالي والدول الاسباني اه طبعا قايمة قايمة تقيلة جدا مرعبة هي الفكرة كمان ان هما عندهم بس بعض الاخطاء اللي احنا ممكن نستفيد منها محمد صلاح اجاد جدا اجاد جدا قدام كلبالي في الدور الايطالي اللي ما كان ملاح في روما وفي دور الابطالة اوروبا لما كان بيواجه وفي الدور يعني محمد صلاح التفارق كتير جدا هما عندهم مشكلة هما اطوار في زي عندنا كده محمد محمد حمد الوينش ومحمد عبد المنعم اخر اتنين ما الساكين عندهم كرريرم افضل ومعهم واحد اسمه عبدو ديالو بينهم مساحات المساحات دي يقدر محمد صلاح واتمنى تريزيجي يكون موجود عشان السرعات لو عملنا ده يا مدام شافكي هنقدر نعمل حد التشكيل اللي انت قلتهولي في الاول ده اللي انت بتتمنى اللي انا اتمنى اول حاجة اتمنى وجود تريزيجي ده موضوع مفروغ منه وان كنت كمان اتمنى انه تريزيجي بقى على حساب عمر مرموش ومحمد مجد افشا دي لعد في النص يعني مع نيني ومع السورية يعني انا اتمنى انه يكون محمد النيني ومحمد السورية ومحمد مجد افشا في الشمال تريزيجي عشان خبرة عشان خبرة كبيرة جدا ولعيب سريع ولعيب مهم وكان غايب وظروف اصابة طبعا وتريزيجي كمان عنده الممارسات العالمية متعودة عليها ومش هيتخط من الجمهور ومحمد صلاح ومصاف الحمد ده اتمنى ان احنا عايزين نكسب عايزين ننهي بدري فيبقى عندنا اصابة رمضان صبحي بصي اثرت بردو كورقة بديلة كخيار طبعا اثرت رمضان لعيب مهم جدا من احسى لعيب الكوريرة في مصر محدش يختلف عن كده هو كان خيار ثالث في كاس الأولى الفقية لكن كان ممكن ياخد وقته خصوصا ان انا شايت ان احنا الاوراق البديلة ما فيهش عناصة الرجومية كتير يعني هو مختار مهاجم واحد مروان حمدي وهيبقى ياتريزيجية مرموش على الدكة عشان واحد فيهم يلعب وهيبقى افشا لا مشاركش الباقي العناصة كلها فيه عناصة مميزة ايه اللي هو واثق منه او يعني متطمن لي بلاش واثق دي متطمن متطمن ان اللعيبة على قدر مسؤولية مراتي متطمن ان اللعيبة استعدوا كويس متطمن ان اللعيبة جواها حافز كبير جدا بعد غسارة كاس الأولى الفقية مع ان الناس مثلا بتقول ان الوقت كان قليل وبين فيه صوتان يقولك ان المحترفين عموما ما بيجوش يعودوا بالعشر تيام خلاص محترف خلاص بقى بيجي قبلها بثلاثة اربعة تيام لان الوقت لا يسمع شوف يا عمدى مشابكي احنا في مصر عندنا دايما نجيد في البطلات المجمعة كاسرة المفقية بناخد وقت ايام ما كانت قوام المنتخب معظمه ايام كابتن حسن شحاد او كابتن محمود الجهر من احمده كان معظمه اهل وزرماك واندية تانية كان بيبقى معنا ثلاثة اربعة محترفين كابتن حمد حسن كابتن زيدان بس بقى عندنا عدد دلوقتي اه ده كان بيجو على المؤتمر كنا بنجيد لان احنا كنا بنقدر نتحكم نوقف الدوري بدري ونعمل احنا عايزه بدري لكن كارلس كيروش مدير فني تولى منشطة رينايتد وريال مادريد ومنتخب البرتغال ومنتخب الكلام بها ده واحد من اهم اسباب انه قبل مهم التدريب منتخب مصر بالرقم الضعيف اللي اواخده وقررنا نتم اسمه انا عايز ااكد تاني يعني 120 ألف دولار ده مش رقم الكارلس كيروش لكن هو جاي ووافق عشان ايه عشان هو صاحب اربع منتخبات كاس عالم وجاي يدوع الخمسة ده كان الهدف والطارج فهو عنده حافز هو كمان شخصي طول الوقت فهو شايف هو بتعامل مع العيبة وخد بقى حضرتك كمان هو رجل زاكي جدا في التعامل النفسي زاكي جدا جدا هو موهق يعني كارلس كيروش اللي ما يعرفوش يا جماعة رجل عنده استعداد يشتريت 18 ساعة موهق ومتعب لمساعدية مش رعيبة لان هو بيهتم بأدق أدق التفاصيل وعايز اقولك أدق التفاصيل وغضحة في ايه يعني انا مثلا صحفي بغطي منتخب مصر بقى 13 سنة وبجيب بتشكيل منتخب مصر المرة دي حاس ان المرة صعبة جدا موضوع صعب جدا فيه تكتب فيه سرية خصوصا كمان ان المقول بيشكل الفريق معاه يعني كارلس كيروش كمان يعني مرة صالح كده انه انه هو مرهق من التصريحات والجدال والكلام بس هولي حالك حاجة عن كربة وعن تجربة ما بيسمعش الإعلام ما بيشوفش الإعلام خالص ما عندهش وقت كمان يعني لا يعني ايه كل حالة بتوصله بس مش شايفنا مستمعنا هو دايما مركز هو بيستفز بس لما يتم تناوله بحاجة شخصية زي ما حصل في أيام مرتبه أيام ما خسرنا من نيجيريا وطلق الكريم في تفاصيل عقده هو بتضيق من كده لما يكون كمان الكلام خرج أو صادر من الاتحاد الكروعة انما غير كده وقالك ترس لا يتم تماما بأي حاجة هو بيقولك أنا عندي هدف أنا جاي أسعى الكاس حجم وأشتغل مشروع مع المنتخب مصر أخبرك